تستغلها إسرائيل بصوت يفتخر بانتمائه لفلسطين وبنبرة تختزل حرقة معاناة أبناء الوطن الواحد تحكي رفاها حقيقة أشعر بالفخر لأني أمثل بلد فلسطين في هذه التظاهرة هذه هذا المكان وأيضا أشعر بالسرور لحضور أطفال من بلدان شقيقة وصديقة أريد أن أعلم الكبار هذه الرسالة رسالتي هي إيقاف هذه الحرب إنهاءها لكي يعيش النساء والأطفال حياة سعيدة كلمات خرجت من أفواه أطفال فرقتهم الجغرافية لكن يجمعهم حب فلسطين من الرباط تحية لصمود أطفال فلسطين ومناشدات لحمايتهم رسالتي لأطفال الصغار في فلسطين أن يصبروا ويزيدوا من الصبر أن هذه مسألة وقت طبعا كانت من أفضل التجارب التي مرت عليه يعني قد تعلمت الرئاسة من سن مبكر وأيضا كان هدفنا أن نرسل الرسالة للعالم بأكملة عن تضامننا حولها مع فلسطين وأيضا لأطفال فلسطين تضامننا معهم تجمع تربوي لأطفال من جنسيات مختلفة يحاكي القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس المنعقدة أياما قبل انطلاق أشغال القمة الخامسة عشر لمنظمة التعاون الإسلامي ما يعيشه الأطفال الفلسطينيون كان موضوعا تداوله حوالي 15 جنسية من منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى أربع مراقبين يمثلون أمريكا الشمالية وأوروبا أوضاع الطفولة الفلسطينية أوضاع مقلقة جدا هذا التمرين التربوي مهم جدا بالنسبة لوكالة بيتمال القدس شريف تستثمر ما يتجمع لدى الأطفال من قناعات ومن اقتراحات أيضا لتجود مشاريعها قمة رمزية بأبعاد كونية والهدف إشراك ناشئة العالم في وضع تصوراتها لما يجري حولها من أحداث تهم السلام والأمن والاستقرار تجربة استثنائية منحت أطفال العالم فرصة التعبير عن مشاعرهم وعن متمنيتهم في أن يعيش أطفال فلسطين حياة كريمة وآمنة مثل التي يعيشونها فدور مرابطي قناة الغد الرباط